قال أيضا كابتن حسام حسن علاقتي مميزة بمعظم اللاعبين لأننا تزاملنا في المنتخبات وارتبطت بصدقة قوية مع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكذلك أفشا ومحمد شريف واثق من احتواء لعب الفريق لأي وافد جديد أتمنى تتويج تخيل حضرتك أن حسام وكريم فؤاد وبرسي تاو وميكي سوني الرباعي ده للغاية دلوقتي تعقد معهم النادي الأهلي تخيل أن هم ممكن يكونوا في شهر 12 اللي جاي معهم بطولة ممكن جدا لو ربنا كرمنا وروحنا لعبنا السوبر لو كان في شهر 9 حيلعبوا في شهر 9 وإن شاء الله كان ربنا يكرمنا ونقدر ناخد هذه البطولة كان ممكن يبقى في شهر واحد بس ممكن يكون خد بطولة دلوقتي البطولة تأجلت لشهر 12 يعني ممكن شهر ال 12 اللي جاي تلاقي الرباعي ده واخد بطولة هو ده النادي الأهلي هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي هو ده الطموح الحقيقي بالنسبة لكل واحد عنده طموح حقيقي طموح أنه هو ياخد بطولات طموح أنه هو يكسب طموح أنه هو يخلص بطولة يخش في التانية حتجيب لك الفلوس البطولات حتجيب لك الفلوس وزي ما قلت لحضراتكم أن يكفي حب جمهور النادي الأهلي لأي حد يكفي حب جمهور النادي الأهلي لأي حد قال أيضا الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو مثلي الأعلى وتواجدي في الأهلي فرصة لتحقيق حلمي بأن ألتقي به والخطيب أسطورة وملهم للأجيال وشرف لأي لاعب أن يقتدي به أيضا قال بدون شك اللاعب تحت قيادة بيتسو موسيماني شرف لأي لاعب وهو مدير فني صاحب تاريخ كبير وصاحب رؤية قال نهائي العشرة كنت أشعر بأن اللقب قريب للغاية أتمنى أن أنجح برفقة الفريق بالفوز باللقب 11 وهو ده اللي احنا مستنين منك أحسان كل جمهور النادي الأهلي ينتظر وينظر للاعبي الجدد والقدامة اللي موجودين في النادي الأهلي احنا عايزين اللقب 11 وعايزين اللقب 43 في الدوري وعايزين اللقب 38 في الكاس هو ده النادي الأهلي هو ده أو هو ده تفكير جمهور النادي الأهلي فحسام من الواضح من طريقة كلامه هو وكريم فؤاد احنا لسه ما شفناش بيرسيتا وما شفناش ميكسوني هيعملوا ايه ولكن أو ما تكلموش لسه مع النادي فبالتالي واضح جدا أن حسام وكريم فؤاد عندهم عقلية النادي الأهلي عندهم طموح النادي الأهلي عايزين اللي النادي الأهلي بيدور عليه اللي هو كيف يمكن أن تفوز بالبطولات وما تشبعش يعني إزاي حتقدر تفوز بالبطولة وما تشبعش وتخش في البطولة اللي بعد كده هو ده الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وأي حد تالي وما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور أخر وبالتالي إن شاء الله ربنا يكرم كان معايا مبارح الكابتن أحمد ناجي واتكلمت معايا عن أمور كثيرة جدا قال لي عقلية حسام حسن تتناسب مع عقلية الأهلي وأنا أثق في نجاح ده الكابتن أحمد ناجي قال كده قال أنا أثق في نجاح حسام حسن مع النادي الأهلي والحقيقة أنا كإسلام بقى بثق في رؤية الكابتن أحمد ناجي إن شاء الله حسام حسن يقدر يعمل حاجة مع فريق النادي الأهلي إن شاء الله يكون إضافة جيدة يلعب أو ما يلعبش مش هقدر أتكلم في هذا الأمر زي ما قلت لحضراتكم